لنقرأ مع هبا خضر من كتاب هروبي إلى الحرية علي عزة بيغوفيتش وإنما نقصد أن وصف الحياة الجوانية الحيرة والشكوك والظنون والمكابدات وخصوصاً المكابدات هو وصف لحياة المرء الخاصة وذلك لأنه ما من أحد قط استطاع أن يصف مكابدات شخص آخر ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك فالمكابدات التي يصفها أي كاتب هي مكابداته هو وسواء كانت مكابدات مر بها أو سيمر بها فإنها تخصه هو وليس أي شخص آخر وبهذا المعنى فكل رواية هي جوهرها نوع من السيرة الذاتية لا يتلقى الإجابة إلا من يشقيه السؤال إنني أتحمل ما أتحمل لسبب واحد فقط ولكنه كاف لأن هذا ما يتوجب علي فعله ثمت شيء ما إنساني للغاية في الصيام بأفضل ما تحمله كلمة إنساني من معنى وبالطبع لا يمكن تحليل هذا الشيء الإنساني أو إثباته وذلك لأنه خبرة شخصية تماما فعندما كنت في السجن وفي لحظات الضعف والكآبة التي قد تستولي على الإنسان في مثل هذه الحالة كنت دائما أشعر بأسوأ حالاتي إذا أكلت جيدا ودائما ما كان الجوع عونا لي أكثر من سلة طعام عامرة تأتيني من البيت فلا أسوأ من اجتماع روح خاوية ومعدة ممتلئة ولكن ما سر هذا؟ إن هذا التفكير في هذا الأمر قد يساهم في فهمنا لحقيقة الإنسان أكثر من المناقشات الفلسفية العلمية العميقة حول هذا الموضوع عزز اختراع البارود من سيطرة الروح على القوة المادية المجردة ورغم ما يبدو في الأمر من مفارقة فإن البارود أعطى الفرصة لضعفاء البدن بشرط أن يمتلك الروح والشجاعة لا ينبغي إثبات مزايا الحرية بشيء خارج الحرية ذاتها فالحرية مكتفية بذاتها علامات الثورة في كل مكان إنه اضطراب يصل إلى أعماق عالمنا إلى أقصى جذوره ينتمي هيدغر وفلسفته عن الموت وهو فيلسوف ألماني إلى عالم الفكر والشعور المسيحي كليا كما ينتمي ماركس وفلسفته المتفائلة عن الحياة إلى عالم اليهودية والعهد القديم والتحييزات الصورية لا تعني الكثير ماركس وهيدغر يشبهان موسى والمسيح العهد القديم والعهد الجديد اليهودية والمسيحية فلسفة ماركس سطحية ومتفائلة بينما فلسفة هيدغر عميقة ومتشائمة والفلسفة الحقيقية هي تلك التي تضع في اعتبارها حقيقة الموت وإلا فإن السؤال الذي يبقى مطروحاً دائماً هو كيف يمكن للمرء أن يتحدث حقاً عن الحياة بينما يتجنب الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها حقيقة الموت حين تكون في السفينة لا يكون لديك سوى رغبة واحدة وهي الحرية وإذا مردت في السجن فإنك لا تفكر في الحرية وإنما تفكر في الصحة الصحة إذن أهم من الحرية أشك في صدق عبارتي فلاح غبي فالغباء أكثر شيوعاً لدى من يسمونه بدراويش الثقافة وهو أكثر أشكال الغباء وضوحاً وإثارة للإشمئزاز فالدعاء سعة الإطلاع يكشف الغباء أكثر مما يخفيه وفيه يكون الغباء أوضح ما يمكن ولم ألمس قط وجود هذا النوع من الغباء لدى الفلاحين كثرة القراءة لا تجعلنا أكثر ذكاء فبعض الناس يلتهمون الكتب من دون الوقفات الضرورية للتفكير هذه الوقفات ضرورية من أجل هضم المقروء ومعالجته من أجل استيعابه وإدراكه حين يتحدث أناس من هذا النوع فإن شذرات من هيجل وهيدجر وماركس تخرج من أفواههم كما هي بلا هضم أو معالجة إن القراءة تقتضي إسهام القارئ فيما يقرأ ويحتاج هذا إلى وقت كالنحلة تحول الرحيق في بطنها إلى عسل لنقرأ مع هبا خضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر